والله أنا فيه كذا حاجة في مخي كده عايز أعود أتكلم فيها وكنت ناوي أتكلم في البداية خالص على خبرين حلوين بالمناسبة متعلقين بوزارة الزراعة أبدأ بيهم؟ طب أبدأ بيهم بص يا عم هقولك على حاجة لطيفة وأنا أتمنى أتمنى أنه كل البرامج بالمناسبة وأتمنى أن مواقعنا الإخبارية المختلفة حتى أن كانت هتنقل عندنا ده فيش مشكلة يعني بالعكس ده احنا نحب أن حاجة زي كده تتقاد موقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية حلو؟ أمريكا كتبين إيه على الموقع بتاعهم؟ بيتكلموا فيها على محصول أو العنب المصري فأنا استغربت جدا العنب المصري مالوا العنب المصري هم كتبين عنينا إيه بس؟ هتكونوا كتبين عنينا حاجة مش ولا بد ولا إيه لقيت أنه بيتكلموا على أولا حجم محصول العنب المصري وحجم الاستثمار في العنب تحديدا المصري طيب ماشي عادي يا عم يوسف إيه المشكلة يعني؟ هقولك لأ إنه بيتكلموا إنه إزاي مصر قدرت إنها تبقى بتحتل المركز الرابع على مستوى العالم في حجم وجودة محصول العنب المصري بل إنه طبقا لموقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بيقولوا كده أقولك إيه وندعو العالم للاستمتاع بالعنب المصري حلو حلو هو الأمريكان مثلا يعني ليه هم مصلحة في العنب بتاعنا؟ لوين إحنا درعي الأمريكان بحاجة أبدا لكن جهد كبير اتعامل بالتأكيد من وزارة الزراعة علشان نوصل لده عمل بالزبط كده زي حاجات كنا بنتكلم عليها في الفترة اللي فاتت لما بدأت يعني الحديث حولها يكسر هي مسألة تصدير الموالح المصرية طيب في الموالح ولا إيه يعني أهلينا وأصدقائنا وعائلتنا يعني من الفلاحين والمزارعين وما إلا ذلك عارفين عن الموالح طب عشان أولاد الصغيرين الموالح دي حبيبي زي البرطقان وليوستفاندي واللمون وهكذا طيب وجريب فروت يعني المهم فكنا نتكلم على إن إزاي مصر بقت المصدر رقم واحد للموالح لدول الاتحاد الأوروبي لقيت لك بقى إيه حاجة لطيفة قوي لقيت لك وزارة الزراعة بتاعة أسبانيا خد بالك هتيجي تقول لي خب لي من إيه أقول لك أسبانيا دي هي المصدر الرئيسي للموالح للاتحاد الأوروبي هي دولة الاتحاد الأوروبي وكانت هي المصدر الرئيسي بلو الأول من حيث الحجم ومن حيث الجودة وزارة الزراعة الأسبانية تتحدث عن جودة صادرات الموالح المصرية أو بالنسبة لهم واردات الموالح المصرية وكيف استطاعت مصر أنها تحتل المركز الأول في هذا التوريد وكيف استطاعت مصر أنها تقدر تصل إلى أفضل جودة ممكنة لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي بل ويتحدثوا أنه كان هناك منافس شديد الشراسة في هذه الأمور والمنافسة هنا منافسة حميدة بالمناسبة مع دولة جنوب إفريقيا صديقتنا العزيزة فلا لا وزارة الزراعة الأسباني قال نجد مصر تفوقت على حتى جنوب إفريقيا في مسألة تصدير هذا النوع من المحاصيل ألا وهو الموالح حلو 4.6 مليون طن موالح جاء من مصر عشان بس تبقى أنت فاهم تيجي تقولي طيب إحنا استفدنا إيه من الخبرين أقولك استفدت إيه واحد إن إحنا فيه عندنا بشكل عام جهد بيبذل بشكل حقيقي علشان خطر الصدرات المصرية تزيد ده بشكل عام بشكل خاص وزارة الزراعة بالتأكيد اشتغلت بمنتهى الجدية على إنه يبقى نوعيات المحاصيل المصرية لا تشبه شائبة على الإطلاق يعني إيه لا تشبه شائبة يعني مثلا لازم تبقى فاهم حاجة القصة مش بس إنه يبقى المحصول جيد بل ومتميز والقصة مش بس إنه والله ده بكلمه بجد مش بس إنه يبقى خالي مش عارف من بعض المواد وأنواع معينة من المبيدات أو حتى الأسميدة الكيموية لا ده كمان يجي يقولك إيه مثلا نسب السكر ده مثلا في العنب هضرب لك مثلا نسبة السكر في العنباية لا تزيد يلا يزيد تركيزها عن 17% فلو زادي بقى لأ مش هتتقبل فلقينا إنه إيه ده ده بكلمة بجد والله العظيم هنا ده معناه إنه الناس اللي موجودة في وزارة الزراعة ما بين الأسدزة والباحثين والقائمين على الوزارة بالمناسبة والوزير الناس دي قاعدة شغالة المخ شغال مش بس المخ والجهد البدني والجهد الزهني والجهد النفسي إلى آخره لو إحنا خدنا ده أنا بقى بقول الكلام ده ليه واضح واضح إنه إحنا في مهنتنا بنركز على شوية حاجات كده حاجات من المتعارف إنه إحنا بنركز عليها طب ما تيجي نركز على جهود وزارات كتير جدا موجودة في مصر الحكومة المصرية فيها تقريبا 32 وزارات 32 و 33 المهم هو الرقم ده ما تيجي نركز على جهود هذه الوزارات ونشوف بيعملوا إيه وبيشتغلوا إزاي وكنا فين وبقينا فين دي الحاجات اللي تخلي الناس من وجهة نظري تخلي حضرتك وحضرتك فعلا تستشعروا إنه فيه تقدم بيجرى فيه تغيير بيجرى فيه دايما أمل عموما بالخبرين اللي على حاصلات زراعية من هذا النوع زي العنب اللي بقينا المركز الرابع على مستوى العالم والأمريكان بيطلبوا من العالم أن يستمتع ويتزوق العنب المصري إلى الأسبان اللي بيقولوا إحنا عايزين ندرس وده بجد مش هزار وخش على موقع وزارة الزراع الأسباني وصححني لو أنا غلطان عايزين ندرس إيه اللي عملته مصر حتى تتفوق مثل هذا التفوق سواء إذا كان على أسبانيا نفسها أو على دولة جنوب إفريقيا فنصبح نحن أصحاب البضاعة الأكثر رواجا والأعلى طلبا عليها نشكركم على حسن جهدكم معنا